هلو من لكم يوم جميل خيط جديد سواء حبال مكرمية سواء خيوط بجد و حاجات ثانية يلا بينا نعرف عملت ايه الشهر اول حاجة اشتريتها هو الخيط ده و الخيط ده بديل قوي جدا 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 يمنات للخيط الخيش فلو مش بتحب التشويكة اللي بتحسن معاك في خيط الخيش لو مش بتحب الهيشان اللي بيجي معاك برضو في خيط الخيش فده بديل قوي شميع مصري تقليد تماما ما فيوش اي تفاصيل الحبل بتاعه رفيع شوية الحبل ده مش تخين خالص الدرجة دي كافية درجة متوسطة شوية لا هي غمقة قوي ولا هي فتحة قوي عشان برضو لو الشمس مؤثرها في الصورة كمان اشتريت الوشوش الخشب دي وطبعا اشتريتها منفصلة زي ما انتم شايفين هي كانت بواقي في المحل فانا استغلت الفرصة دي وحبيت ان انا عالج شنطة انا عملتها هتشوفوها ان شاء الله على يوتيوب قريب زي ما انتم شايفين التأثير بتاع اللونين دول مع بعض ده برضو مكرمية مصري وقادي شكل الضهر طبعا خالفيته حلوة قوي فبما ان الخيوف كانت منفصلة فانا عايز اعملها وش وظهر الخشب وهتعرفوا ليه هو ده كان الوش بتاع القطعة دي طبعا طبعا فينا ستقول ان القطعة عليه كده خلاص ترمت هوريكم طريقة ندعم بيها الوشوش الخشب حتى لو تقطمت مننا تفضل زي ما هي ثبتة كأنها برعا شقة بسيط استنوني بس وكمان الكنج بتاع الموضوع ده خيط جنجاة للشتاء عارفة ان قلت لكم بلاش كورتوبة وبلاش وبلاش ولكن درجات الالوان هي اكتر حاجة جذبتني ان انا اشتري كورتوبة وبرده المراضي فيها 80% اكريليك فان شاء الله مش هتمط وحتى لو مطت المراضي هيكون في صلحي ليه؟ لان هشتغل بيها حاجة مفتاحة قوي ومفروضة كده وفي الوقت نفسه لو مطت هتكون مش مدايقاني ابدا بالعكس عادي جدا ان هي تمط ولكن دي تبع تدريب اولاين هعلن لكم عنه قريب ان شاء الله زي ما انت شايفين ده كورتوبة مارين هو مخصص اكتر للتريكوة ولكن انا مش هشتغل تريكوة هشتغل كورشيتونسي 270 متر 20% صوف والباقي اكريليك بس درجات الالوان طحفة من اول الكافي البني اللون الورنج بتشئيراته طبعا دي كانت مشترياتي اتمنى الكم يوم جميل مرة تانية اشتغل اشتغل